أهلاً بحضراتكم في الفاصل الأخير من المجري عاوزين أنتو مستمتعين آخر محطة مجري؟ آخر محطة أنتو مستمتعين حاجات بتتقال لأول مرة هنا في على شاشة قناة النادل آلي وفي برنامج المجري وطبعاً ضيفنا المهندس عبدالقيعي اللي أنا بقى قلت عليه بقى مهندس الصفقات كل الحاجات دي كلها حنكمل حلقتنا الجمهور داك حقك الجمهور عاوز حقه منك هيسألك وانت تجاوب على كل سؤال جاية ليه عناية أسأله طبعاً معروف عنه أنه هو مهندس صفقات النادي الأهلي من زمان بس أنا عمري ما هنسى يعني صفقتين مهمتين يعني وكانوا عملوا ضجة كبيرة قوي أياميها كان طبعاً صفقة ابوتريكا وصفقة شريف عبدالفضيل خصوصاً صفقة شريف عبدالفضيل كان فيها كلام كتير قوي بس الغيب دلوقتي يعني التفاصيلها مش معروفة للناس فهياريت يعرفها أنا أكتر شوائد ها تقولهم ايه أنا موفق أن أبوتريكا ما كانتش بصعوبة شريف هي بقى مهمة جدة تا كان تكون الأهم يعني اه طبعاً لكن كابتن شريف كان صعوبتها إنه النادي كان ميال إنه يبعث للسغنة للنادي المنافس مم وكل الدنيا بتتكلم إنه السغنة في الطريق وأنا لما أفقد الأمل بالإتصال بالنادي قالولي إحنا اتطلعنا للسغنة وطلوب باتساة إحنا اتفقنا واتفقنا على كل حاجة حصل الظروف معينة طب بدوني نص ساعة إيه اللي حصل قالولي يعني إنتم اللي اتنين دفعين زي بعد يبقى يروح للحيطة اللي مش هتعمل لني وجع دماء ففهمت على طول إنه لازم حققلهم ورغبتهم بقى اللي لأ ميزة زيادة فأنا كنت عارف إنهما بيدوروا على باك رأيت وقتاك كابتن أحمد صديق وده من الشخصيات العظيمة جداً هو ولد مؤدب قوي جداً ومريح وعشان كده ربنا كرمه في كل خط وخط يرجع لنا ينتج يروح يبعد ينتج الشخصية جميلة رحت طالبه وطوله السنة الجاي حيبقى التنافس في مكانك صعب جداً على طول كده ها تروح تحب تلعب في حتة فيها كورة وفي نفس الوقت هتلاقي نفسك وحتلعب بانتظام وهو قال أنا تحت أمرك يا السلام قلت له إراك في النادر إسماعيلي قال لي أنا موافق قال له خلاص رحت طالب تيت 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 أنت بدار على باك رايت أنا بأخد من بديك باك رايت وهأخد من أكسر دباك وهتأخد 7 مليون جنيه وحشة قالوا بس المجلس قلت له اتصلوا بهم حيوافقوا طبعا مين يرفض عرض زي ده طبعا قلت له بس أنا عايز الكلام ده خلال نص ساعة ها تت 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 أوكي أوكي وهو ماشي بقى بيقول لي بس العربية طلعت قلت له قل يقف فأقرب بلد له وينزل يشرب كوبات شاعة لا ما تكلموه يا يطلع على النادي الأهلي يطلع على حضراتكم ها الحطة اللي انتوا بعتينها قالوا يا يرجع عليك بقى تكتبها من جديد فحصل وراح مكلمينه وارجع سعيني طبعا رغبة شريف عبد الفضيل هيه اللي تبت قال الواضحة المحددة لكل الأمور طبعا طبعا الأهلي طبعا اللي بعده شركة قرعة تشتغل بنموذج مش موجود في مصر إنك إنت عيب عندك صلاحيات إنك تاخد خرارات وإنك تعمل اتصالات ولكن بتنصيق مع بصالح وأهداف النادي طبعا فدي عملية مش سهلة وهترسخ لنموذج اللي يجي بعديك حيلاقيه لا وللباقي كمان كله اه اه ما أنا بقول لك وحنا تفكر أول لايحة عملت سنة 73 كابتن عزة أبو الروس لما عمل لايحة ومشي بعد كل أنديت بصرق جات خدت اللايحة من النادي الأهلي طبعا اللي بعده طبعا كابتن عدلي عوش مهندس عدلي كموة كبيرة وتاريخ النادي الأهلي بس عاد اسأله يعني هو كان بيجيب الصفقات دي ازاي يعني شخصية يعني كلادية شخصية بيعرف يقنع اللعيب أنه يجي الأهلي في عهده وجاب لعيبك كتير للنادي الأهلي سامت في تحقيق إنجازاته وتاريخ النادي الأهلي فربانا يديله الصحة وإن شاء الله ربانا يمده في عمره ويخدم الكين كمان لأ شوف أنت عايز تنجح في شغلك ما تشتغلش بمنطق إن انت شاطر لازم تبقى صادق حاسس باللي قدامك وإن اللي قدامك ده له مصالح زي ما قلتلك لازم يحققها وين وين مش أطلع أنا كسبان وهو ما ليش دعوة به وفي نفس الوقت ما تقولش كلمة اللي إذا كنت هتنفزها طب أنا سمعت بقى حاجة هناك واسف إنت فكرتيني أنا سمعت لما بتبقى عامل الصفقات ويسألك محمد ابنك مين اللي جاي يا بابا ما بتقوله لا مايعرفش خالص؟ لا وبيزعد يقول صحابي يقولولي تاني يوم قرينا وعملنا يعرفش لا تخبركش حل اللي بعده إيه اللي الجديد اللي إنت ناوة تعمله لنا في الموسم الجديد إن شاء الله يا بشمنز عدلي إيه الجديد الجديد يا بابا عبدو هو أنا ما بعملش وكمان فكرة إن هتعمله لنا ها اللي بيعمل سياسة النادي نعم أنا جزء منافس لأجزاء من سياسة النادي نعم فاللي هعمله لكم إن أي تكليف هيجيلي هشتغل فيه بمنتهى الاحترافية ومنتهى الإخلاص ومنتهى الصدق ومنتهى الكتمن لحد من حقل النادي الأهلي كلنا اللي إحنا عايزين اللي بعده أنا كان فيه سؤال آآ كنت عايز أسأله للبشمهندس عدلي هو عمل صفقات كتير في خلال مشواره مع النادي الأهلي لكن أنا كنت أحابب أسأله في وجهة نظره هو الشخصية إيه هي أنجح صفقة عاملها للنادي الأهلي في وجهة نظره مم مدام منا الشازي سألتني السؤال ده لما كنت معاها أنا وبنتي فلما جاوبتها في الأول قالتلي لا دي إجابة بتزوغ مني قالتلي لا بعد شو قالتلي لا عندك حقا أنجح صفقة هي الصفقة اللي تيجي وتعطي للنادي الأهلي ما يتوقعوا منها من إخلاص والتزام وتمسك بشكل العمل في النادي الأهلي وبدون إصارة أي مشاكل جانبية شخصية واللي تعرف إن النجاح جماعي وإن عندنا فريق مش نجم نعم فقالتلي ده إجابة دبلوماسية قلتلي طب أسألك سؤال هو أبو تريكا مش أحسن صفقة قالتلي طبعا قلتلي طبعا قلتلي طبعا قلتلي كابتن أحمد حسن قلتلي مؤكد قلتلي طب أبو مش عارف مين مؤكد مؤكد قلتلي عرفتي بقى أنه مينفعش يتقال مين أحسن صفقة أحسن صفقة التي تخلص طب لو أنا جبت واحد من دول وما كملش مشواره معايا وما دانيش اللي أنا عايزه يبقى يصنف إيه إذن ما هياش مهارة اللاعب بقدر إنه ييجي ديك اللي إنت عايزه إنت بتقول ردود غريبة اللي بعده إيه المشاريع الجديدة اللي هو بيخطط لها بالنسبة لنادي الأهلي وما شبه يعني مش اللي بخطط لها اللي أتمنى هتخلص لأن النادي بيخطط لها أنا إذا كنت أخطط أخطط النجاح بمكاني كرئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم وإن نسيب شركة بنموذك سليم يعني يؤدي دوره المنتظر منه وإنه يكون رافض من روافض إن كرة القدم فعلا تتحول إلي عملية ربحية فنيا وقتصادية ده ده في عملي ولكني الذي أتمناه وأنتظره وربنا يمد في عمرنا أو ما طبق منه أن أشهد بدي العمل في المدينة الرياضية التي ستحتوي أستاذ النادي الأهلي آخر سؤال إيه أخبار الصفقة بتاعت المهاجم بتاعت ندلق لأن ده مهمة بنسبالنا جداً لأن إحنا داخلين على معترك رهيب فده أهم حاجة بنسبالنا دلقتي الإعلام أما يرصخ عندك إن عندك مشكلة في الحيطة دي هي تبدو إن عندك مشكلة إنك بتضيع بوان محتاج طبعاً محتاج بس ما هياش المام مش الأولويات يعني لا وفي الأولويات وكل حاجة بس ما هيش كارثية إنك إنت يعني مش فرقة الكرة لو جبت المهاجم يبقى أنا عملت اللي علي بناء الفريق بناء الفريق من ضمنها اللي يبقى عندك المهاجم وما فيش حاجة اسمها جيب من نص فرصة مين المهاجم اللي بيجب من نص فرصة ده على مستوى العالم مش موجود لكن موجود إن المهاجم اللي يقدر يعني إنت أذاره في الناس فضلت تهاجمه يريت واحد زي أذاره اللي يضيع ثلاث فرص يجيب لك فرصتين ويعمل لك ضربة جزاء يا حقيقة لأن الوصول إلى المرمة المتكرر بيعطيك الأمل بالفوز بديك سيقة كمان مع الجمهور أيوة طيب دي إيه لأسلة بتاعت الجمهور خلصت أظن حاجة ساحة بس عشان اللخص عشان إنت قلت كلمة يا جماعة مش معنى كده إن إحنا مش مهتمين والله مهتمين جداً نجيب إحتاجات الفريق وفي مقدمتها المهاجم شكراً للمشاهدة